أهلا بحضراتكم من جديد يمكن النهاردة كان فيه تدريب صباحي لفريق النادي الأهلي قبل الصفر إلى تنزانيا برنامج الفريق معد مسبقا في الفترة الأخيرة بتدريب صباحي ثم التجمع في مطار القاهرة واستقلال الطائرة المتجهة إلى دار السلام في رحلة طيران خاصة بعد الاتفاق مع الشركة الإيطالية على صفر الأهلي برحلة طيران خاصة عصر يوم الأربعاء عشان البحثة تصل في حدود حوالي الساعة 11 من مساء اليوم إلى تنزانيا النهاردة الفريق أدى تدريب صباحي والتدريب قدامكم على الشاشة طبعا يمكن بعض الفقرات التدريبية ومعظم كل اللاعبين كانوا موجودين في التدريب بما فيهم اللاعبين الدوليين كانوا كمان موجودين في التدريب اللاعبين الدوليين كلهم وصلوا بالأمس إلى ملعب مختارة تيكش بيكي زيرين كانت تدريبين برحة أخر لحوالي الساعة 8 عشان الفريق يلحق يوصل يعني اللاعب الدوليين تيجي من الإمارات إلى القاهرة وتلحق التدريب المسائي لأنه كولر كان عايز يعمل تدريب مسائي متأخر شوية عشان يجمع كل الفريق بحيث أن التدريب النهاردة يكون تدريب بيشمل كل اللاعبين وكان عايز يعمل استشفى لكل اللاعبين الدوليين اللي وصلوا بالأمس النهاردة التدريب كان كل اللاعبين موجودين بلا استثناء فيما عادة طبعا علي معلول اللي كان متواجد لسه مع منتخب تونس ما جاش على القاهرة أليو ديانكو قدامكم هو في الصورة بيرستاو موجود في الصورة أنتوني مودز يمكن ما اتمرنش النهاردة وتخلف عن بعثة فريق النادي الأهل بسبب تعرضه لنازلة برد نقدر نقول للأهل إن شاء الله مسافر إلى تنزانيا ببعثة قوامها 23 لاعب 23 لاعب النهاردة كانوا موجودين مع الفريق في التدريبات الشناوي مصطفى شبير مخلوف ربيعة منعي مياسر خالد عبد الفتاح محمد هاني إمام عشور أليو ديانج أكرم توفيق أحمد نبيل كوكا مروان عطية حسين الشحات بيرستاو صلاح محسن محمود عبد المنعي القهربة طاهر محمد طاهر كريم الدبيس محمد دو كريستو ريدا سليم محمد مجدي أفشا وأحمد عبد القادر 23 لاعب المفروض كمان علي معلول عيل تحق بالبعثة في تنزانيا يمكن عايزة هقولكم على خبر دلوقتي متعلق بعالي معلول المفروض دلوقتي علي معلول يكون وصل تنزانيا ولكن حصلت مشكلة في رحلة الطيران فغاليما بالنسبة كبيرة علي مش هيكون موجود مع الأهل النهاردة في تنزانيا وغالبا هيصل بكرة إن شاء الله نتيجة يعني حصل مشكلة كده في موضوع رحالات الطيران لأن طبعا وجاي من رحلة الطيران بعيدة جدا جاي من توكيو على الإمارات في رحلة ترانزيت من الإمارات على تنزانيا فبالتالي رحلة الصفر حصل فيها مشكلة في الموعد وبالتالي علي معلول للأسف لم يصل إلى تنزانيا وغالبا بإذن الله في حال تعديل حجز الطيران ممكن يكون موجود بكرة إن شاء الله لعله عسى يكون موجود بقى في المباراة مش موجود في المباراة دي وجهة نظر ترجع لمرسل كلر لكن كل المحاولات لي لحاق علي معلول غدا ما عرفش بقى إذا تلاحقت فكرة إنهم يحجزونه طيران ويصل بكرة ممكن يلحق ييجي بكرة ولا خلاص عيبقى صعب إن يكون في تنزانيا ده أنا عرفه خلال الساعات اللي جاء ولكن دلوقتي كما هو كان متفق إن علي معلول يصل تنزانيا قبل وصول بقاسة الأهلي للأسف رحلات الطيران حصلت فيها مشكلة فبالتالي عالي حاليا مش موجود في تنزانيا اللي موجود في تنزانيا حاليا الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي يحضروا كل الإجراءات الخاصة بفندو الإقامة وملاعب التدريب الساستري أنديل هو رئيس بعثة فريق النادي الأهلي في تنزانيا ومعها طبعا تاتا وعشي اللعب والجهاز الفن بقيادة مارسل كولر الفريق على طول بعد ما خلص التدريب في ملعب مختار تش توجه بسرعة إلى مطار القاهرة طبعا نضامكم بقى اللعيبة بتستعد للرحلة برستا وقاليو ديانج يمكن كان الفريق متواجد في صالة قبار الزوار صالة أربعة استعدادا للسفر مصطفى مخلوف طبعا وكريم الدبيس يعني 23 اللعب موجودين مع مارسل كولر عشان يستعد إلى رحلة تنزانيا بإذن الله ويقدر إن شاء الله الأهلي حقق نتيجة جيدة في لقاء الزهاب في انتظار لقاء العودة إن شاء الله طيب كلنا عارفين كمان النهاردة كان فيه محاضرة مارسل كولر عمل محاضرة مع اللعبين وقدم كمان أقرم توفيق مع الطبيب النفسي والنهاردة للتدريب كان فيه جوانب فنية وخططية وطبعا فقرات بدنية كمان تحت إشراف عند رس أندويا مخطط الأحمال قبل استكمال بقية المراني اللي اجتمل على تنفيذ عديد من الجمل الفنية وتأسيمة كرة قوية بإذن الله إن شاء الله يكون النادي الأهلي في أتم الاستعداد بدون قهي لقطات طاردة سليم كمان موجود مع البعثة أنا أتركوا 23 اللعب اللي موجودين مع البعثة في تنزانيا دي رحلة تهيران خاصة نادي الأهلي اتفع مع الشركة الإطالية نفي رحلة تهيران هي اللي هتستخل بالفريق سفر إلى تنزانيا النهاردة يوصلوا بالليل بكرة يكون فيه تدريب على ملعب المباراة المباراة الساعة 6 بتوقيت القاهرة وبإذن الله الفريق يلعب المطش يوم الجمعة الساعة 6 زي ما قلت لحضراتكم ويرجع على طول بعد المباراة للمفيش وقت هتكون موجود في القاهرة صباح يوم السبت عندك المباراة العودة مباراة تالية يوم الثلاثاء يعني بنكلم في 72 ساعة قبل مباراة العودة بإذن الله طبعا الإجراءات هناك في تنزانيا يمكن إجراءات كبيرة جدا فيه حفل افتاح وفيه حضور كبير جدا لقيادات الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي لدرجة حتى أن فيه إحدى الفنادق تم حجزها بالكامل بالكامل الفندو من ايتو زد يعني كل الغرف محجوزة لحوالي 500 شخص من الفيفا والكاف عشان يحضروا هذا حفل الافتاح اللي بالتأكيد الاتحاد الدولي برئاسة السويسري جياني إمفانتينو يعني عاملين مجهودات كبيرة جدا عشان البطولة دي تنجح لما شايفينها البطولة هتبقى انطلاقة للنسخة الأولى اللي بيحاولوا قدر إمكاني يزودوا عدد الأندية خلال الفترة اللي جاي النسخة الأولى بتامن أندية لكن النسخة الثانية والثالثة بيحاولوا يزود عدد الأندية فالنسخة الأولى لو ما نكحدش مش هيقدروا يتكلموا على زيادة عدد أندية أو استكمال رصيد بطولات من نسخة الدوري الأفريقي فبالتالي حفل افتتاح المفروض مددته ربع ساعة في تنزانيا الفترة فيك كان فيه كواليس كتيرة من حفل افتتاح بروفات عديدة من حفل الافتتاح كان فيه كمان وجود لأرسين فينجر النجم الفرنسي اللي موجود في الفيفا حاليا مسؤول عن التطوير موجود كمان ومن أبرز الديوف اللي موجودين في تنزانيا على هامش حفل الافتتاح طيب تفاصيل أكتر وفي هذه الأسناء طبعا رحلة الأهلي دلوقتي في الجو وإن شاء الله بإذن الله تزل تنزانيا مساء اليوم لكن بينضم لي دلوقتي على التليفون معالي السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا عشان نطمئن من خلاله على آخر الأخبار والاستعدادات